بين ليلة وضحاها تحول مليون اوكراني الى لاجئ في اوروبا مع تصاعد العمليات العسكرية الروسية على بلادهم المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو جراندي اعلن ان مليون لاجئ اوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العمليات العسكرية قائلا انه بالنسبة للملايين اخرين داخل اوكرانيا حين الوقت لان تسكت المدافع حتى نتمكن من ايصال المساعدات الانسانية اليهم جراندي اكد انه يعتدم التوجه الى رومانيا ومالدوفيا وبولندا الدول الثلاث التي تستضيف على اراضيها اكبر عدد من اللاجئين الاوكرانيين يأتي هذا وسط وقعات اممية ان يرتفع عدد اللاجئين الاوكرانيين الى اربعة ملايين شخص واعلنت مفوضية اللاجئين ان بولندا استقبلت اكبر عدد من الاوكرانيين بما يمثل 51.9% اما الدولة الثانية التي تستضيف عدد كبير من اللاجئين الاوكرانيين هي المغر وتليها مولدافيا ثم سلوفاكيا اللافت ان روسيا فر اليها ما يمثل 5% من اجمال عدد اللاجئين الاوكرانيين فيما قدرت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اوكرانيا ان يفوق عدد النازحين في اوكرانيا المليون نازح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا